السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شو يا جماعة الخير هذا المقطع قديم يمكن صورته قبل سنتين فهذاك الوقت ما جاب مشاهدات وانا متأكد يا جماعة انا عن نفسي لما شوف المقطع هذا استمتع طبعا المقطع عبارة عن قصة قصة روحة جدا ستقولوني بتستمتعون ورجعوني بعد ما تشوفون المقطع اكتبوني هل استمتعت ولا لا فبس والله خلوكم مع المقطع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف عالكم طيوير شاء تقولوا او فلا تخيل واتكلم كذا ما يصير صحيح خلينا نرجع يرى صوتي لا تستهب الورانه قصة ثرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين ان شاء الله تكونوا رفضوا الحالة اليوم يا جماعة زي ما قلت لكم المقطع ليطاب بعد يومين مقطع وزي ما تشوفون بعد يومين مقطع ما في ايشي عادي عادي طبيعي اوكي حانو نمشى عالجدول يا جماعة قبل ان نبدأ يا جماعة اضبط على زر اللايك واشترك فالغناء وفعل جرس تنبيات عشان نصير كل جديد يعني فانه جديده خلينا نبدأ في قصتنا القصة عبارة عن دكتور او طبيب او ممرر كلها نفس الشي عدل الله شفيك سفاح بمعنى الكلمة سفاح يعني سفاح اول ما تشفون هذا الشكل او هذا الانسان ايش يجيلكم ايش تتوقعون هذا الانسان يا انه دكتور يا انه مهندس يا انه شي شي كذا يعني حسه عالم عرفت شون كذا لحيبه او ما ادريش لكن خلينا اقول لكم قصته والله راح تكرهونا كر في حياتكم ما اشفتوه هذا اوه هذا والله بتكرهونا المهم خليوني اعرفكم على هذا الشخص هذا الشخص اسمه هارولد جيبمان خلينا نصور والله شلول هارولد هذا ولد في عام الف وتسعمية ستة واربعين هذا الانسان ولد في دولة بريطانيا طبعا هو كان الولد الاوسط بين عائلته يعني كان فيه واحد اكبر منه فيه واحد اصخر منه كان وسط امه كانت تحب حب مبطبيعي لدرجة ان ايش يبيه هذا هارولد تعطيه تحب حب مبطبيعي وهو متعلق فيها بشكل مبطبيعي غير عن اخوان الباقين هو غير هارولد وخوانه وعائلته بشكل عام عايشين على الفكر لكنه كانوا عايشين حياتهم خلينا اقول لكم عن طفولة هذا السفاح كانت طفولة القازية وفي يوم الايام يا جماعة شاف شاي بعينها شاف ان امه كانت تضرب ابوه فالولد يعني ابوي قاعد ينضرب عارفين كيف فتجيلك ماتر شون جيلك حسرة ماتر كيف فمن بعد ذاك اليوم الولد كره شي اسمه نساء كره شي اسمه حريم عارفين عارفين كل النساء كانوا طبعا الولد بما انه دلوع وكذا وامه ايش يبيه تعطيه فكان الولد متفوق يعني نوع ما متفوق فدخل فيه مسابقات ومادري ايش وفاز فيها ومسابقات كثيرة في الرياضة يعني مثلا ان الرياضة الجري دخل في الرياضة الجري وفاز فيها كان متفوق يعني طبعا استمرت حياته بشكل طبيعي اليوم في قليل من عمارى السبتعاشر سنه ويمكان عمرا سبتعاشر سنه صار شي توفت ام اي جماعه ويمكان عمرا سبتعاشر سنه بمرض اسمه سرطان الرئة يا اللي كفى يا شار قبل تتوفى امه فهو لاحظ شي فى الممرضين كانوا يعطوونه عقمه ابر حقا اسماها المروفين المروفين طبعا هو قاعد يلاحظ كذير يوم قاعد يلاحظ ان الدكتور يعطي حق امه شي ويسرل فيها ويلاحظ طبعا امه ما استحملت الحياة وفارقت الحياة وماتت يوم كان عمره 17 سنة طبعا بعد ما توفت امه قال انا باجتهد لازم اجتهد في هذه الحياة فاتخرج من الثانوي ودخل جامعة ودرس ودخل دكتوراه ودخل مدريش وتعرف على واحدة في الجامعة وتزوجها وهذا اللي تزوجها جابت لها 4 عيال 3 أولاد وبنت طبعا بعد ما تخرج من الجامعة وصار دكتور الحين الحين هو صار دكتور فكانت اول جريمة له في اول سنة في الجامعة بعد ما تخرج من كلية الطب في يوم الايام كان فيه عمل موجه له كان هو المدير حق العمل يعني كانت عملية هو كان المشرف او المدير التشخيصي حق المريض نفسه فتوفى المريض بنوبة قلبية هو كان المدير التشخيصي حق هذا الشخص حق المريض نفسه في وقتها كان يعني اول سنة كان يعني طبيب عادي اول سنة لها عادي يعني طبيب مو ذاك اللي عندها الخبرة عرفتوا كيف فعشان كذا يوم توفى الشخص هذا ما حتشك فيه ما حتشك فيه ما حتشك بان هارولد هو السبب في موت هذا الرجال المريم طبعا مر الوقت والرجال قاعد يشتغل لكن في شي في باله في شي في باله وش في عبد الله موت أمه كيف ماتت أمه طبعا هارود ما مسك نفسه من الموت حق أمه فقال والله ما خلي أحد في حاله أي واحد يدخل عندي يبغي يعالج راح فيها فكان تخيلوا من كثر الجرائم اللي هو سوها في كل شهر تقريبا تموت ضحيتين أو ضحية يعني يموت شخص أو شخصين بسبب هو فتخيلوا استهدف من استهدف النساء مو هو صحي يكره النساء لأن أمه طربت أبوه مادريش كره النساء كره شي اسم النساء فقال والله ما خليهم في حاله وما قال والله يا ما حلفوا كافر وخاصة العجايز مادريش سووا له العجايز لكن كاروه هم بكر بدون سبب والله بدون سبب طبعا أي مريضة يدخلونها عند هارولد يعطيها حقن المروفين اللي قتلكم عليهم قبل طبعا وين الغريب في الموضوع كل ما واحد يدخل عنده يموت إيش الغريب في الموضوع الغريب في الموضوع إنه ولا واحد شك من الشي اللي قاعد يسويه ولا واحد شك لا ممرض ولا مدير ولا إداري ولا واحد شك في الموضوع طبعا الجرائم كلها تيجي من الجناح اللي يشتغل فيه من هارولد طبعا أنتوا تعرفون أن المستشفى فيها جناحات جناحات فيها جناحة وايد مثلا عندك الولادة مثلا عندك جناح الأطفال عندك جناح الكبار في السن عندك جناح مادريش في كثير صح في مستشفى اللي يشتغل فيها هارولد الجناح الاكثر عدد وفيات منه جناح هارولد تخيلين ولا واحد شك فيه طبعا في كم سنة بس يشتغل فيها هارولد في الجناح اللي يشتغل فيه سجلت المستشفى اكبر عدد وفيات في المستشفيات الكبرى يعني في احصائيات طلعوها ايش اكثر مستشفى يطلع منها وفيات هي المستشفى اللي فيها هارولد وايش الجناح الجناح اللي فيه هارولد تخيلين مع أمها البنت هذي من اسمها اسمها أنجيلا ركزوا والأم تبغى تتعالج تبغى تتعالج مريضة فدخلوها عند هارولد شيبمان طبعاً كالعادة المريضة طلعت ميتها هذه البنت يا جماعة بنت المريضة أو بنت الضحية اللي اسمها أنجيلا هي مش شخصية عادية لا هي عبارة عن محامية ركزوا يا جماعة في الكلام اللي بقوله بعد شوي أم أنجيلا هذي يوم كانت في المستشفى كانت تتعالج البنت تبغى تزور أمها فراحة زارت أمها كيف حالك والله الحمد لله أخبار أمورها طيبة وفي تحسن في تحسن مرة كبيرة يعني في صحتها فأول ما شافت أمها في تحسن والحمد لله بخير وأمورها طيبة هرجعت البيت قالت خلاص أمي طيبة وبرجع البيت خلاص أريه أول ما وصلت البيت يا جماعة جاء لها التصال بالتليفون ألو أنجيلا نعم من معاي معاكم المستشفى ويعني وش المطلوب كيف في الوالدة بخير واللهي وش نقول لك؟ تعالي أخذ جثة أمك وروحي كيف يعني؟ أم ما فهمت؟ يعني تعالي أخذ جثة أمك وروحي أمك توفت وشو؟ أيوة أمك توفت أنا قبل ساعة كنت بوجود هناك إيش فيه إيش صار؟ شفبي؟ طب 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 اي jojo ايو جيبا جيبا سكرت التليفون يا جماعة وفي نفس الوقت راحت المستشفى بأسرع وقت ممكن قبل ساحة كانت موجودة عنده شستلفة و macro blown نفس الوقت انجيله هذي ما فكرت باي شي لانه امه توفت حزينه تمام ما فكرت باي شي ولا شكت في اي شي فبعد ما دفنوا امه وحطوها في القبر وكل شي خلاص رجعت البيت قعدت تفكر ايش السالفه ايش صار انا كنت عندها قبل ساعة ايش السالفه ركزت في لحظه قبل تطلع من الزياره يوم زارت امه ركزت في شي ركزت ان هارولد دخل عند امه وعطاها جرعة من المروفين الجرعة اللي يعطيها حك كل مريض اول ما جاله هذا التفكير عن هذا الشي عن هذا الحدث اللي صار اول ماتخيلت في نفس الوقت على طور راحت المستشفى بدون اي تفكير بدون ايش بسراح 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 مستشفى حبيب اول ما دخلت المستشفى قالت لهم وين الادوية اللي اعطيتوها حك امي وينها اللي مفروض ان امي تاخذها وين هذه بتفاجأت ولا دوة خذتها امها ولا دوة خذت هذه الحقنة انجيلة قالت وش الجرعة اللي اعطيتوها امي وش هذه وش نوعها فقالوا له هذه جرعة من الموروفين عطيناها ومك عشان عشان تشفى بس ماتت قالت لهم طيب عطوني هذه الجرعة خلوني يفحصها واشوف اشي طبعا هي محامة ولا واحد يقدر يرفع صوت عطوني جرعة يعني عطوني جرعة فعطوها جرعة راح تفحصت وش هذه الجرعة من ايش تتكون فبعد ما فحصت تحصلوا ان هذه الجرعة عبارة عن موروفين قاتل تخيلين؟ متخيلين ان هذلك المرضى كلهم ماتوا من هذه الجرعة القاتلة طبعا خلينا فهمكم ايش هذا الموروفين هذا الموروفين عبارة عن مخدر تمام مخدر للجسم وهو ما ادري الصراحة انا ما اعرف توقح وهو عبارة عن شي مخدر مخدرات عبارة من مخدرات لكن اللي استخدمه هارول عبارة عن موروفين قاتل يعني فيه اشياء قاتلة فيه شي قوي يعني حطاه فبعد ما كشفت يا جماعة ان هذا الجرعة عبارة عن موروفين قاتل او موروفين قاتل موروفين ايش موروفين قاتل كأي حكومة في العالم هذا ايش بتسوي لهذا الشخص اللي يسوي هذا الشي يحاكمونه لازم يحاكمونه صح او لا في عام 2000 بالضبط في السنة اللي اللي اكتشفت انجيلة ان هذا هو السبب في قتل والدتها في عام 2000 بالضبط تم القب على هارولد واتهموه بقتل والدت انجيلة و 15 مريض غيرها غير ام انجيلة 15 شخص هو اكيد اكثر لكن اللي اكتشفوه 15 طبعا بعد حقيقات بعد بحوث بعد حقيقات في تهم جديدة طبعا تأخر الحكم على هارولد ليش وش سبب هو ان كل ما يبغون يحاكمونه حصلون تهمة جديدة كل ما يبغون يحاكمون يحصلون تهمة جديدة تهمة ايش تهمة القتل بالجرعة اللي يعطيها كل مريض يعني انتم متخينين هذا الموروفين يعطيه لكل مريض ويموت فكل شوي تتأخر يعني متخيلوا من عام 2000 بالضبط من اول ما القوا الغبض عليه الى عام 2004 بعدها باربع سنوات تم الحكم على هارولد بايش تم الحكم اكيد يعني بالسجن مؤبل مثلا لا حكموا عليه بالاعدام على طول ما في وان تو ففي الليلة اللي فيها تنفيذ هذا الحكم جاء الشرطي اللي موجود في السجن يبي يعطي هارولد الاكل كالعادة يعني كل يوم يعطيه اكل وكل يوم يدخل عليه الزنزانه يعطي اكل ويروح لكن في ليلة الحكم عليه أو في ليلة تنفيذ الحكم عليه اول ما دخل الزنزانة حق هارولد شاف جثثة معلقة في الزنزانة مربوط عليها حبل السرير خذ الحبل او يعني السرير تحطي في فرشة صح؟ خذ هذالفرشة علقها فوق خنق نفسه وعلقها على رقبته وانتحر وكذا انتهى الموضوع مات هارولد مات هذا الانسان ببساطة علق نفسه ومات طيب ايش ذنب ال 260 شخص قتلته ايش ذنبهم هم جاءوا عندك بامل انهم يتشافون من المرض هو يروح يقتلهم بجرعات المروفين اوكي يا جماعة هنا وصل ان هذا المقطع اتمنى 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 ان يعجبتكم القصة هاي يا عزيزي المشاهد استمتعت ولا لا المهم شكرا لجميع وبس والله مع السلامة